ايوه حكاوا الجمعة وايوه يوم الخميس ايوه مشكلة يعني ايوه اخبار الناس حلو وعملين ايوه اللي بيكون فيديو النهاردة ايوه 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 النهاردة حكاوا الجمعة هيبصوا جاية اني حظوكم حلو وفي نفس الوقت ان هي تعتبر زي هداية او شكر ليكم على الربعمائة الف ومشترك يعني يمكن يكونوا نهاردة وصلنا ربعمائة الف ومشترك او يمكن نوصلها بكرة او بعد بكرة بس خلاص يعني هي اليومين دول بجد ايوه مش عابل لكم ايه بس شكرا والله العظيم من هنا من هنا من هنا شكرا لكم جدا جدا والله العظيم لان فعلا انا كان عندي هدف انه قبل انهاية السنة دي مسلا عدي الى 150 الف مسلا او 200 الف ها كده فاحنا عدنا الهدف بتاعي بكتير عارف ان القناة مؤخرا كانت ابطأ شوية في النهاية تكبر وازن ان انا عارف اسباب الحوار ده وبحاول اشتغل عليها على فكرة ما تقلقوش بس بشكل عام يعني ربنا ما بيديش لحد رزق اكتب من رزقه وربنا دايما بيقدر مجهود اي حد فالحمد الله على كل شي انا مبسوط كده ما حدش بقى يقارريني يقولي ده عنده مش عايب كم مليون وده مش عايب عنده كم انا مبسوط بنفس كده فالحمد الله على كل شي وشكرا لكم جدا وحبكم فشخة وغير الشكرا على 400 الف ومشترك انا لازم كمان اشكركم على ال 55 الف ومشترك والدعم الرهيب اللي موجود على القناة تانية اللي ما يعرفش السبب ما في قناة اسمعها بيستي والمنبه قناة بيستي والمنبه دي جماعة بنزل فيها فيديوهات كل يوم نص ساعة كل يوم حرفيا والنص ساعة دي بيكون فيها جيم بلاي وبس ما فيهاش بقى اي دوشة ما فيهاش اي حاجة هو بس يقافيه منبه مظبوط اول ما بنبه رن الفيديو يخلص على كده وفعلا القناة دي فكرتها عجبان انا شخصيا جدا لان انا مستمتع بها جدا 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 يعني لو انت مش مشترك في القناة التانية دي اللي هي قناة بيستي والمنبه اشترك فيها هتلاقيها تحت في الوصف وغير كده بما انه اصلا فاضل اسبوعين والسالة تنتهي لو مش مشترك في القناة دي تشترك فيها لو مش مشترك هناك اشترك في القناة هناك لو مش متابعنا على انستجرام هتلاقيه تحت في الوصف لو مش متابعنا على تويتر هتلاقيه تحت في الوصف لو مش متابعنا على صفحة فيسبوك هتلاقيه تحت في الوصف لو مش متباني حتى على تيك توك هتلاقيه ده حتى في الوصف من الاخر كده عايزين نتكبر الحسابات اللي في كل حتى باهم انه فضل اسبوعين بس فلو انت مش متباني في حاجة من الحاجات دي وعندك اكاونت فيها روح تباني انه هيك لو سمعت على مون بجد قبل ما نخلش في حكاوة الجمعة حابه أقول لكم بجد شكراً على السنة دي كانت سنة جميلة جداً 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 احاول افكر لكم ازاي يعملوكم حكاوة الجمعة تاني فيه ناس قلت لي يا بيس تعمل حكاوة الجمعة بتاعت المتابعين واحنا جراموا للموضوع ده وكان فاشل جداً بالنسبالي حوار حكاوة الجمعة حياتنا اي بحكي لكم حاجة حصلت لنا بمنظورة انا بطريقتي انا فلما جيت اقرأ حكاوة المتابعين في منهم اللي كان بيهجس في منهم اللي كان بيفتي في منهم اللي قال الحكاوي صح بس مجدتش بالدحة خالص يعني حرفين المرة الوحيدة تقريباً اللي عملت حكاوة المتابعين كانت كلها اصابات وناس بتموت تقريباً فالموضوع ما كانش ممتع بالنسبالي كشغل وما كانش ممتع للمشاهد كمان لاني فيه ناس كبت تسرق قصص اصلاً من قنوات تانية ملهاش هازمان خلص فعشان كده انا ماشي بحكاوي الجمعة اللي مني انا شخصياً الحاجات اللي حصلت لانا شخصياً المهم يعني ما تطرقناش موضوع العصفير وصلنا له ازاي انا بقالي كم يوم كده عمال افتكر القصص هنا في مصر بما اني كان عندي زي البوم صور وبتاع عدت بص فيه فمش عارف ليه بس وفقني بثلاث حاجات ليهم معلاقة بالعصفير ثلاث قصص عبت كده مش مش تقل قوي ولكن قصص ممكن يدحكوكم شوية لما ارزا مايك معايش ناسف اول قصة معانا النهاردة عن العصفير بس في نفس الوقت هسكر اسم حيوان تاني ما عافش اقتلكم القصة بتاع تولي لا شايفي اسم حيوان تاني دي قصد يعني هسكرلكم عن حاجة تاني يعني خلاص الموضوع يا جماعة ان احنا اول مرة انا وعيلتي جبنا عصفير وانا فاكر يعني لما كنت عائل الصغير بس كبير في السن بما يكفي انتو فاهمين حاجة يعني لو ايه كانت ذاكرتي الشغيرة انتو فاهمين قصدي ايه ايه اللي انا بقوله ده نعيد من الاول وانا صغير يا جماعة لما كنت بقى قادر افهم ايه اللي بيحصل حوالي وبدأت اعمل ميموريز شوية يعني ابدأت اعمل ذكريات ممكن افتكرها بعدين هلوة كده اهلي اشتروا عصفير وحطوها في عفص كده وابتاع وكان عفص الصغير كيوت كده موجود في البلاكونة بالمناسبة انا ضد جدا دلوقتي ان العصفير تتحط في اي عفص الصراحة يعني انا اي عصفورة بشوفها اي حيوان اصلا بشوفه في عفص بداية الا اذا كانت سحلية او حاجة ومحتاجة بيئة معينة يعني مثلا اضاءة معينة درجة حرارة معينة وكده بس غير كده ما بحبش الكلام ده قبض وحتى السحالي بما ان انا قبل كده كنت مربي ايجوانا كانت كيوت جدا فانا ضد جدا جدا ان هي تبدل جوه القفص عطول ومفوط تطلع بره ومفوط تأكلها بايدك وتعمالها زي الكلاب والله العظيم موضوع غريبا عارف بس دوني كشخص ربا ايجوانا قبل كده زي ما ان شايفينا على الشاشة انا شايف بجد ان المخلوقات دي محتاجة حريتها انا شايف ان اي مخلوق محتاجة يشوف السماء بعنيه مش يشوفها من وراء عفص مش يشوفها من وراء عزاز لأ يشوفها بعنيه اموما مش هنقش في تفصيل حقوق الحيوان دي خليها بقى نكمل الموضوع انا اهلي كانوا مشتنين القفص كده جماعة وفي القفص من الجنب بيحطوا زي سندوق خشب كده فسندوق الخشب ده العصفير بتخوش اتنم فيه بعدين المهم كان عندنا العصفور كده لونه اخدر انا فاكره كويس اوي اللي هي العصفير زينا العادية كان شرس شوية معانا يعني كان غريب شوية معانا فاحنا فكرنا وقلنا يمكن العصفور ده محتاج له ان هو يكون عنده زي نتاية مثلا او عصفورة تانية يعني تدلعوا بقى تكلموا بالليل لما يكون مشغول او مهموم مطارفش بس يعني هو كان محتاج له عصفورة تانية وخلاص مهم يعني جبنا له العصفورة النتاية وكل حاجة كانت تمام التمام وكل حاجة زي العنب المهم من سبب ان ما لقينا مرة العصفورة النتاية دي رجلها ناقصها اصباع انا مش باهظر والله يعني ما خليبها دي لونه تلت سواب عدو ناقصها واحد ومكنناش فاهمين ده حصل ليه يعني طرى ليه العصفورة بتاعتنا بقى ناقصها رجل ولا حاجة فبصراحة انا اللي فاكره ان احنا ساعتها افتكرنا ان احنا جايبينها كده ونسيين فاهمين احنا نمرا صحينا لقينا فيه صباع ناقص فاكيد يعني هي ما محصلهاش حاجة في القفل ده صح المهم عدت الايام وكانت العصفورة عايشة ومش عايف ايه بعدين في مرة لانها متعورة في رقابتها برضو وماخدناش الموضوع على محمل الجدية قلنا يمكن مسلا لسبب ما عضوا بعضوا على الحاجة بعدها بقى حصلت مصيبة كبيرة حصلت جريمة قتل بص يا جماعة العصفورة النتاية دي بوضة بيت في الصندوق الخشب يقولت لكم عليه في قول القصة صندوق خشب كده كيوت كده كان جوه شوية قش وبتاع احنا اصلا مكناش عاملين حسابنا ممكن يحصل الحاجة دي كده يعني شخصيا كان عندي عصفير كتير قوي على مقرد السنين وعمل ما شفتوا بيته بتبقس في اي مكان بس قبل كان شفتهم بينزلوا بيته وبتاعه المهم يعني البيض نزلوا وكنا فرحانين وايه ده هتخلف ومش عارف ايه وبتاعه وكل ماشي التمام التمام نمنى صحينا لقينا فيه جمجومة يعني فيه هيكل عظمي او حجم التاكلة جوه للسندوق الخشب ده ولقينا دم على بق العصفورة الدكر العصفورة الدكر بتاعنا قتل مراتو واكلها ومعرفش مش فاكرة استراحة عمل حاجة في البدء ولا لا بصراحة مش هكتب عليكم بس انا لكل الفاكره ان العصفورة ماتت العصفورة النتاية ماتت وانا ساعتها مش عارف ليه قررنا نحتفظ بالعصفورة الدكر دي ونجيب لها عصفورة تانية وبرده كلها وعصفورة تانية وبرده اعتلها يعني كان بيقتل اي عصفورة تجيله فساعتها تخلصنا منه طبعا وطيرنا في السماء وش عارف بقى ممكن يكون بيموت في عصفين مدية ناصر غير دلوقتي مطارفوش بيعمل استراحة بس الفكرة مش فهنا خلينا بقى نروح بقى اللي بعدها بسنين وسنين وسنين خلاص بقى الكبير في السن في نفس القوضة اللي احنا فيها حاليا دي كنت في الجامعة مش عالف ليه جيف بالي ان انا نفس ربي هامستر جبت اتنين هامسترز في قفص صغير كده كيوت بس كنت بطلعهم برا القفص كتير وتجيب لهم اللي هي الهامستر بول دي اللي بيعود يجروا فيها وبتاعها المهم كنت بعمل الهامسترز دي احلى معاملة في الحياة وكل حاجة ماشية تمام والحياة بسيطة وجميلة وحلوة وكل حاجة هاطس هايش لما اخذها المهم الهامسترز دي عادت معي فترة كويسة الصراحة وكانوا ماشيين كويس جدا وعايشين كويس جدا وحبايب وصحاب وتروحات ايدك على القفص ديك وتحسس عليهم وتطلعهم من القفص ويعودوا على ايدك ومش عايف ايه كانوا بيعملوا حمام في القفص كانوا كويسين جدا 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 لغاية ما فيه هامستر اللي هي الهامستر بنت حملت بقى عندها يعني بطن كبيرة كده وبقيت ايه حامل انا ببسط طبعا لان انا كان ساعتها بقى خلاص عادت على فترة ان كلابي خلفت ابلي كده وقطتي خلفت ابلي كده فانا عارف ازاي تعمل مع حيوانات لما تخلف او ده اللي انا كنت فاكره يا جماعة بعد ما الهامستر خلفت انا دخلت انام وانا قدامي فيه هامستر صغيرة وفيه هامستر صغنونين كتير اوي وفيه اب مبسوط فخور بنفسه جدا الناس يجيب لمنوت وردة اساسا والحياة كانت حلوة وجميلة والهامستر عايشة ومتعايشة وموسوطة مع بعض نمت انا نمت صحيت على ايه صحيت على الصوت القفص الحديد اعمال بيتهز جامد كأن حد ماسكه اعمال بعمل فيه كده فاهمين وبس المعلومية انا كان ساعتها وراي فيه ترابيزة هنا مش عارف شايفين او لا العليا بتاع البيضة دي الترابيزة دي كانت زمان بتحط جامب سريب الزبط ده كان الكوميديوني بتاعي قبل ما اجيب الكانرابا انتو عارفين الكانرابا عندي في الهوضو فالهامستر كانت على الترابيزة دي فاللي هو من الاخر كده يعني وانا نايم لو فتحت عيني بشوفهم في وش على طول يعني مسافة كده بالظبط من هنا الهامة ومهما صحيت على الصوت ده ببص قدامي لقيت الهامستر الاب قدامي ماسك بايدين لتنين الحديد وعمال بيعضعت في حديدها في النص وبق وكله بينزل دم طبعا انا اتخضيت انا حرفين كان جامب سكريب بالنسبة لنطيت عملتك كده اللي هو انا في بالي اصلا اول حاجة البيبيز كويسين او لا فدخلت اتمنى على البيبيز والحمد لله الحمد لله ما شفتش اي حاجة غلط لانهم اتاكلوا اساسا حرفيا ما تبقاش اي بيبي في القفز ده ساعتها والام كانت مقتولة انا صحيت على الهامستر الاب ده تقريبا بيحاول يطلع من القفز عشان يقتلنا انا كمان واكل الهامستر زي البيبي واكل الام وساعتها انا قريت على النت واكتشفت ان انت لما يولد هامستر جديد بنسبة كبيرة انت لازم تابعة الاب عن الام والبنات شبنات قصد يعني البيبيز الصغيرة الهامستر الصغيرين كيوت فانا انا اخسرت الهامسترية اسمها جوليت وبالمناسبة الهامستر المجنون اللي تجنن كان اسمه على المسمى كان اسمه جوتزيلة المتخلف فجوتزيلة بقى خلاص عايز يقتلني والبيبيز يختفق قبل ما سميهم اصلا بس وساعتها انا افضلت مربي جوتزيلة ده ما بطلعوش من القفز عشان كان عايزي يقتلني تقريبا والله ما بحضرش ما ببليغش بجد كان عايزي عدني وخلاص يعني هو بقى اجريسيف جدا 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 فخلاصت الموضوع ان انا بحكي لكم النهاردة عن الحياة الزوجية لحيوانات وازاي بقيتلوا بعض تقريبا مش عارف فدي اول قصة سلاش قصتين معانا النهاردة والتمنى ان اكونوا مستمتعين بحكابات جوما يا غير دلوقتي ما علينا القصة اللي بعدها فاكرين يا جماعة جدية الطيبة الله يرحمها اللي طبخة الارنب اللي كانت بس فنت بتاعي اللي حطته في الملوخية دي جدية دي يا جماعة بصراحة كانت قلبها طيب قوي يعني دايما بقول لكم على القصة ان هي كانت تسعب بتضربني وانا صغيرة او كده بس عادي يعني هي في الاخر جدة وولد سكول وولد فاشن ده المهم في مرة وانا قادت في البلكونة في عشاءتنا القديمة كان عندنا الضرف الشيش اللي موجودة في اي حطة في مصر دي اللي هي لونها بيض دي اللي هي بتبقى كبيرة بس ممكن تتقسم نصين وتفتحتين يفاهمين مش عايف لي بشرح لكم على ازاي بس يعني هي نهاية دي المهم يعني وانا قادت في البلكونة مرة واحدة اسمعت صوت عصفورة بيجي من فوق الشيش ده ببص فوق لقيت في عصفورة لونها ازرق كانت جميلة جدا جدا مش ازرق ازرق لبني كده فاتح اللي هو ايه عارفين العصفير اللي بتبقى لونها ازرق فاتح كده لبني وفيها ابيض من هنا ومش عارف ايه وبتاع ايه عصفورة جميلة جدا كانت وقفة فوق الشيش وكان شكلها مصابة شوية المهمة مصابة من ناحية ايه مصابة ان هي كان بتحاول تطير ووقعت تحت على الارض ومش عارف ايه ما كانتش عارف اطير خالص يعني يعني شايفها بعيني بتحاول تطير بعد ما انا شفتها وتحركت رحيتها ومش عارف اطير خالص المهمة جدتي كانت شطورة جدا استراحة داخلت جابت فوتا صغيرة وقالت لي الفوتا دي عشان نحطها على وش العصفورة عشان ما تخافش بعدين زي ما بيعملوا مع السؤول لما بيغطوا عنيهم وبتاع عشان ايه ما يبقاش عندهم اللي هو الحماس بتاع الطيران وبتاع داخلت جابت الفوتا وحطتها على العصفورة وبعد كامسكة العصفورة في ايديها والعصفورة كانت في ايديها كيوت وبعدين انا هحاول شحيكم الحتة الجاية معلش انا هبص في الكاميرا عشان بس سبقى اخودي الموضوع باين ازاي او اللي ظهر بدم كامسكة جدتي وهي مسك العصفورة كده بدأت تفك الفوتا من عليها تمام فكان كله تمام وبعدين وهي بتفك الفوتا من عليها وش العصفورة كان ناحية الصباح ده انا فاكر مش هنسة ابدا وصبع جدتي الفوتا كانت متسلما عليها العصفورة هي خربتها معرفش اما فوت جدتي يكون لها صمع بين الحيوانات في المنطقة بس العصفورة قررت انها فكرة حيلة ان هي تعود جدتي وجدتي تعورت وجابت دم واعتقد ان انتو عالفين كويس اول جدتي اخر مرة تعدت من حيوان وخليها تنزل دم ما حصل في ايه بس لا هي ما تبختهوش لا معرفش بقى ده كان ردت فعلي من جدتي ولا كانت عصبية بس اول حاجة فكرت فين هي ترمي العصفور من بالك هنا العصفور كان جناح بويس ما بيطرر العصفور ميت عصفور ميت قدامي وجاني ميت قتل تانية فعصفور تاني بس المرادة من بناء ادم قصص النهاردة كلها مأسويات وبقص والله العظيم جدتي الساعات الصراحة عشان اكون سدق معاكم ما كانش فيه غير انا وهي في البيت وقعدت تقول لي معلش حبيبي وانا اسفى وما كانش قصدي وانا تخضيت ولميت ومش عايف ايه وكده الفكرة ان انا عصا وانا بشوف العصفور بينطي من البلاكونة انا مش عايف حكيت لكم القصة دي ولا لا قبل كده بس انا زمان كان عندي كتكوت وكنت الفكرة كتكيت بتطير ولميتها البلاكونة وميت فهي جدتي اعتذرت لي وكل حاجة وكانت شايف ان انا عملته دلغات وهي فانا كنت بتحاول ترفق بالحيوان ده بس انا بالنسبة لك التفلة صغيرة انا شفت عصفورة وكنت خلاص في دماغي سيناديوهات ان ده يبقى الباست فريند بتاعي كنت متفاجعة تفزيون كتير جدا وبعد كده شفت جدتي بعد ما قاتل اتقرنب بتاعت العصفور فانا صعيتها الصراحة في قط الامن في الحياة كلها ودي قصة التانية عصفورة تقاتلت معنا في الفيديو النهضة تالت قصة فقا ملاهاش علاقة مع عصفورة حقيقية بس ليه علاقة مع العصفير بص جماعة وانا عائل صغير زمان كنت ما بحبش هيكل خالص 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 عارف كنت اقول لكم انها بس توتي التقيني وبتاع بس لا كان فيه فترة نرفع جدا 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 قبل ما جديدت اتوفى الله يرحمه المهم انا كنت بروح مدرسة كها في مصر الجليدة كانت المدرسة دي فيها حوش كبير وبتاع وكان الحوش ده فيه بساكت زباقي كانت مدرسة نضيفة جدا الصراحة وامي كنتعرف كل المدرسين في المدرسة دي بس انا طبعا ما كنتشها في الحواردة اني كنت عائل صغير وما بشوفش امي في المدرسة خالص هي بتوصلني وتمشي يعني المهم يا اخوانا انا ما كنتش باكل السندوتشات خالص اللي كانت امي في عاملهاي الصبح بس امي ما كانتش تعرف الموضوع ده ليه بقى لان انا كنت باخد السندوتشات من امي الصبح وبعدين وهي بتجهز اخواتي البناد بقعد على الكرسي اللي موجود برا قدام باب الشقة والكرسي ده كرسي قديم كرسي اللي هو كان من الجنب كان عامل زي الشبك متدهب ومن تحت متدهب اكيد عارفينه اكيد والكرسي ده كان عبارة عن خددية بتقعد عليها سبتة في الكرسي وبرضو ظهر عامل زي خددية سبت في الكرسي فما بين الظهر والخددية هم عاملين كده والناحية اللي في النص دي شايفين حتة صغيرة في النص دي ممكن تحط يده جواها فانا كنت بدفس الاكي جوا الحتة دي حرفيا يا جماعة عادت يمكن مسلا ترمي كامل في المدرسة يعني مسلا نقول لها كنت بتلت ابتدائي في النص دي سنة كلها بحط الحاجة جوا الكنبة وجوا الكرسي ومحدش عارف خالص فكان فيه هاوسكيبر بتساعد امي في تنظيف الشقة وكده فالهاوسكيبر دي ربنا يسمحها ادخلت ادخلت ادها جوا الكنبة وطلعت عفن لما اوخ زياني معلش ناقص بس طلعت سندوتشات متعفنها كتير وساعتها امي بقى بدأت تطلع السندوتشات من كل حتة واكتشفت ان انا كنت الشخص اللي بيخبي السندوتشات جوه الكنبة وجوه الكراسي ساعتها انا تبهدلت تبهدلت وبقيت فعلا خايف عمل الحركة دي تاني بس نيجي بقى المهم في القصة كان عندي بلان بي الخطة جماعة كانت ان انا كل الصبح سندوتش عادي واجبر نفسي وكده بس لما روح المدرسة وتيجي الفصحة قرمي سندوتشاتي في الزبالة بعدها بصراحة اليوستفاندية يا امي كانت بتديني واس غيرت اليوستفاندية يا زمان وانا كنت بحب اكل اليوستفاندية دي سبب واحد بس مش طعمها لأ ان انا كنت باخد القشرة بعدها ومعملها في عيون العيال والله العظيم كنت عيل متشرت وخصم بالله ما علينا بغض النظر عن انا كنت بعمل عيالة صغيرة وكنت بعمل سندوتشات في الزبالة خليها نكمل القصة الموضوع بتنامي سندوتشات دي جمعها فضل مستمر للفترة طويلة جدا 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 ما امي في مرة قادتني وقالت لي يا احمد العصفورة قالت لي ان انت بترمي سندوتشات في الزبالة طبعا انا كعاية صغير ماشي يجيب بالي ان فيها عصفورة حقيقية بتقول لأمي على كل حاجة والمشكلة بالنسبالي ان سندوق الزبالة دي كان تحت شجرة كبيرة انت عارفين مصر جهة زمان كان فيها شجر كبير جدا 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 وانا مدرستي كان فيها شجرة من الشجر دي شجرة بقى انا يعني مش عارف كيفية الخمسين سنة او اللي حاجة فكيت عملاقة كان بتعمل لها ضلة اصلا في الحوش كله فانا بالنسبالي الموضوع ميك سينس الصراحة يعني امي اكيد مش بتحور انا برمي سندوتشات في باسكت زبالة تحت الشجرة فاكيد فيها عصفورة فتانة بنت لازينة رحت تقول لأمي بعد ما عرفت انا عايش فين عشان كي بص والله زي كان فيه سيناريو في دماغي عرفت انا عايش فين عشان كي تمشي ورنا بالعربية واحنا ماشيين دماغي شغلة مش بتنام والله العظيم على عمو امي لما قايت لي كده انا قلت لها اه يا ماما انا فعنا كنت نعمل كده وحاضر مش هامل كيه تاني ومش عارف ايه وبتاعه وفي نفس الوقت على فكرة امي قايت لي انا فكرة وكمان مش هديكي يستفاندي تاني عشان بتعمله بمناسبوع ما خادش يستفاندي تاني مدرسة بعد الحوار ده لان اي ان كان المدرس الفتاني لالها سندوتشات اللي كمان ان هو بياخد الاشرة بتاعتلي يستفاندي وبيعملها في عيون العيون الصغيرة بس ما علينا برضو المهمة جماعة انا من بعدها اللي حصل لي بقى ان انا كنت بروح المدرسة وقعد جنب باسكت الزبالة ده واكل يستمدوتش جنب الباسكت وانا بص اسبوع والله العظيم بدون مبلغة كان فيها عصفورة دايما موقفة في المكان ده فانا اقتنعت ان العصفورة بنت اللي زينة دي مرقباني ومصممة ان هي تفتن لامي علي يعني كنت متوقع ان هي مستنيالي غلطة واكيد طبعا مش نفس العصفورة اصلا هيكت عصفورة رماضي ياتي مثلا من سن ست سنين ولا خمس سنين لغاية سن ثمان سنين ولا حاجة مقتنع يعني العصفير بتقول لهم كل حاجة لغاية ما اتكلمت مع نص صاحب يقول لي الموضوع ده ما بيحصلش قال لي الموضوع العصفورة ده كدب اصلا وبس كده يعني دي قصة التالتة مش عينة حلوة على العموم دول كانوا تالت حاجات تفتكرتهم كانوا بيحصلوا لي وانا صغير او قصص يعني حصلوا لي وانا صغير ليهم علاقة بالعصفير او الهامسترز بقى بشكل عام فعلا يا جماعة انا بحب احكي لكم قصة ستكون حصلت بجد بس زي ما انتم شايفين الموضوع بياخد وقت يعني انا اصلا لو اريكم هنا على الموبايل انا كاتب نوتس فعلا والله العظيم بقول لي نفسي اكتب اقول الكلام ده وحكي له مع الكلام ده ولما حصل كده وبتاع وهتلقوني مش كاتب سكريبت لا هو انا كاتب بس ايه اللي فوق ده كان بس بفكر نفسي اشكركم مع روعمائة الف وكده اللي بالعربية تحت ده بصوا هتلقوني كاتب تحت سطور بس انا كاتب عنوان القصة لان انا عارف ايه اللي حصل بالضبط فايه الفكرة من حكاوة الجمعة ان انا مش عايز احوار عليكم في حاجة عايز احكي لكم القصة زي ما انا فاكرها اكيد انا ضايف من دماغي مثلا تفاصيل وانا عائل صغير بس انا فاكر التفاصيل دلوقتي كشخص كبير كده بس اجعالي صغير يمكن كون كنت مبالغ في موضوع ولا حاجة فبقيت ازاكرة في دماغي غريبة شوية ام مختلفة شوية بس كده على عموم بجد السلساء دي مش هو قفل للابد يا جماعة ولا حاجة بس انا لما بفتكر القصص بجيبها لكم محدش يقول لي اعمل حكاوة الجمعة على بيستي عشان انا مش هحور عليك في القصص ولمش هعرف عليك في القصص مانا ممكن لألف حاجات مانا لها شازمة خالص انا عايز القصص تكون قصص حقية بحيث ان كمان لو حد من ولادي مثلا او احفادي او اي ان كانش في القصص دي في المستقبل تعجبهم وكده وميبقاش يعني جدهم او ابوهم بيحور عليهم يعني اتمنى لكم ستمتعتوا بالفيديو معنا واتمنى كونوا عملتوا اللايك للفيديو ده وشكرا لكم جدا ربعمائة الف مشترك هنا وشكرا لأي حد يروح يشترك في القناة تانية بتاع بيستي ومنبه شكرا لأي حد يروح يتابعنا على انستجرام على تويتر على تيك توك على التيك توك على تويتر على فيسبوك بيج على فيسبوك جروب اي ان كان يا جماعة فشكرا لكم كلكم يا جماعة بجد من القلب والله العظيم انا بحبكم فشق وان شاء الله انكمل مع بعض المليون انا مش مستجع عليها خالص وبس كده ربعمائة الف مشترك الخطوة جاي نصف مليون شوفكم الفيديو جاي ان شاء الله من اي لعبة واقع نلعبها و سلام يا بستوي داعبت واشتغلت سهرت واكتهت مايبانش في شغلي عارف اني بتعب في بجد دوموا وعرر شغلي على قلبي زي العسل انتو تخلوا اي شخص ينسى ايه مفهوم الكسل عشانكم انا مكمل عشانكم انا مطول لحد ما تاني درعي ييجي لعندي ويفرمل يعرف ما كانوا فين وسط مليون بستوي بيسمعوا قصة نجاح انا فيها الراوي